فإنني أعلم عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة الانتخابات البرلمانية العراقية عقدة تحل وأخرى تتشابك وتأكيدات حكومية بإجرائها في موعدها المحدد مهما كانت العراقيل فما حل من عقدها هو قانونها الذي ظل رهين الكتل والأحزاب التي تسعى كل واحدة منها إلى تفصيله على قياسها لكنه خرج للنور بعد ولادة متعسرة وصادق عليه رئيس الجمهورية برهم صالح التزاما بواجب الدستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيحة وعادلة أما العقد التي رافقت مشيمة مخاضه فهي كثيرة لكنها تظهر فرادا ولا تجتمع حتى يستحيل تفاديها ولتشكل مفاجآت تعثر خطى سير الانتخابات وأولى عقده المحكمة الاتحادية العليا وهي الجهة المسؤولة عن إقرار نتائج الانتخابات ولا بديل لها وما من جهة أخرى تحل محلها وما ينقصها لا أحد يعلم كيف سيتم تعويضه قانونيا نصابها غير المكتمل مقعدان من مقاعدها التسعة الشاغرة وقد تكون هذه المعضلة أهم عائق سيقف أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق أما الحلول القانونية والإجابات الدستورية التي تشكل الحلول الناجعة للمعضلة الجديدة التي تواجه الانتخابات فلا أحد يدرك مثالمها أو ثغراتها غير أولي العلم في القانون والخبراء في مواد الدستور العراقي الذين ينتظر العراقيون منهم أن يطرحوها للرأي العام قبل أن تتبدى عقدة جديدة في طريق الانتخابات المليئة بالمطبات والحفر العراقيون ينتظرون ما سيتمخض عن الولادة العسيرة للانتخابات البرلمانية النزيهة كما يحلمون بها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا من هكذا آلة بدون جديدة حينه اشتركوا في القناة